وحدة من المعلومات اللي أقراها الآن أستاذ غيث التميمي غدا العصر مصطفى الكاظمي على رئيس وفد رفيع المستوى في طهران تصوراتك لهذه الزيارة ما الذي سيسمعه الإيرانيون في طهران القيادة الإيرانية من مصطفى الكاظمي حول وضع العراق يعني في ظل حكومة مصطفى الكاظمي وعلاقاته مع الأطراف الإقليمية الأخرى طبعا بالتأكيد الجمهورية الإسلامية في إيران العراق بالنسبة لها الآن تعتبر عمقها الاستراتيجي الأهم هي مستعدة أن تتنازل عن كل شيء إلا أن تتنازل عن نفوذها داخل العراق وهي تحرص بصورة وأخرى أن تعطى انطباع العراقيين والمجتمع الدولي بأنه العراق برعاية إيرانية وجواد ضريف في زيارته الأخيرة لبغداد أنطى رسالة أيضا بشكل وبآخر أنه إحنا اللي نحدد السياسة الخارجية للعراق لما نتحدث عن بقاء أو انسحاب القوات الأمريكية بالعراق وكأنه العراق يعني أكوصايا إيرانية على العراق يحددون لهم بقاء القوات الأمريكية أو خروجها اللي راح يصير في إيران إيران تبحث الآن مع الكاظمي لحسم خياراته تجاهها لأنه إيران في مأزق اقتصادي كبير وفي مأزق سياسي أيضا هي تريض ضمانات على أولا إخراج القوات الأمريكية من العراق كذلك هي تريض ضمانات على استمرار نزيف الاقتصاد العراقي لصالح تمويل الحرس الثوري وميليشيات الحرس الثوري لات